ان ادم اعفوا ان حواء ماذا هي اصل الخطيئة واصل الشر هذا البحث اعزائي عندما نجذره تجذير المسائل يتذكر الاعزاء نحن ذكرنا اصلا من اهم الاصول التي نعتمدها في منظومتنا المعرفية ان اي مسألة عقدية او اي مسألة اخلاقية او اي مسألة فقهية نذهب لجذورها هذه من اين من اين جاءتنا بهذه الطريقة التجذير الاول لها عزيزي في الكتاب المقدس يعني في التوراة اعزائي تعالوا معنا مع الاسف الشديد هذا يوم لا يمكن انه تصدر في الصورة عندكم هنا في الفصل الثالث اعزائي من سفر التكوين الفصل الثالث من سفر التكوين هناك هذه الصيغة التي يشير اليها التوراة وهو انه هناك شيطان تخفى باللباس ماذا الحية فمن خلال الحية دخل الى ماذا دخل الجنة التي كان فيها ادم واغوى اولا من اعزائي حوى ثم بتوسطي احفظوا لهذه ها احفظوا هذه ثم بتوسطي حوى اغوية من ادم بطريق من الطرق هس اما بلطائف الحية بعد ما ادخل في التفاصيل ملح حتى وردت في بعض الروايات انه اعطته ماذا ها اعطته خمرا ملح اذا هذا التسلسل احفظوه ان الاصل في الاغواء من هو الشيطان وان الشيطان توسل بماذا بالحية وان الحي ان الشيطان من خلال الحية توسل لاغواء ادم مباشرة له من خلال المرأة ها من خلال المرأة ان شاء الله بعد ذلك سنقرأ عشرات الروايات ان المرأة ما هي حبائل وابليس في نصوصنا الروائية المعتبرة في كتب ماذا وانه لا يجد لا يجد ابليس طريقا الى امة والى رجل الا من خلال ماذا نفس القصة نفس القصة هسا تعالوا ان نرعف ان هاي القصة من اين جاءتنا من اين جاءت وكانت الحية احيل جميع حيوان البرية هذه الاية الاولى مولانة من الفصل الثالث من سفر التكوين وكانت الحية احيل جميع حيوان البرية الذي صنعه الرب الاله فقالت للمرأة الحية ايقينا قال الله لا تأكلوا من جميع الشجر الجنة هسا المتكلم من متكلم ابليس او الشيطان من خلال الحية فقالت المرأة اذا الحوار الاصلي بين من ومن ها بين الشيطان وبين المرأة ادم داخل في الحوار او لا يوجد له اي دور فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل واما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه كي لا تموتها الله سبحانه وتعالى قال للمرأة وقال لهما انه انتو كل ما تشاءون الا ماذا الا هذه الشجر فقالت الحية للمرأة لن تموت انما الله عالم انكما في يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما وتصيران كالها عارفي الخير والشق عند ذلك تكون مثل من ماذا مثل الله فعد ذلك الله يكون له شريك فهو حتى لا يكون له شريك فمنعهما من اكل من هذه الشجرة اذا تبين هذا مصاهر الله لانه ماكل شنو ها من هذه الشجرة فيخاف انه هذولا اذا اكلوا يعني ادم وحوى اكلوا من الشجرة ايضا شيصرون اذا تبين اللهم الله هو الله باكله من الشجرة هذه خرافات شنو ها هذي خرافات هذا الكتاب المقدس ها هذا المقدس بحا هذا الكتاب المقدس ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعيون وأن الشجرة منية للعاقل فأخذت من ثمرها وأكلت التفت وأعطت بعلها أيضا معها فأكل فإذا الواسطة منهم ولا حوى فانفتحت أعينهما فعلم أنهما كذا فسمع صوت الرب الإله وهو متمشن في الجنة عند نسيم النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الراب فيما بين شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت مضمون بعض الأشجار كذا الله مديل قاموا لان قال إني سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأته قال فمن أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عن أن تأكل منها فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت أنا شنو ذنبي مولا إذن المشكلة في من أعزائي هذا الوجود كل أصل الخلق المشكلة في من ها ولهذا تجدون الآن الرؤية المسيحية أن الاقتراب إلى المرأة في صمولان خطيئة لهم مو خطيئة خطيئة ولهذا ينبغي إذا يريد يصير مولانا إنسان يقترب إلى الله ما هو الطريق أن يجتنب المرأة فقال الرب للإله ماذا فعلت فقالت المرأة المحية أغوتني فأكلت فقال الرب الإله للحية إذ صنعت هذا فأنت ملعونة ثم يبدأ عقاب من؟ عقاب من؟ عقاب الشيطان أولا اللي هو في بطن الحية ثم عقاب الحية ثم عقاب المرأة ثم عقاب آدم اللي أخرجه من أين؟ أخرجه من أجل هذه شنو؟ هذه القصة كاملة موجودة في الفصل الثالث من سفر التكوين مولانا هل سأل الآن إذا يتذكر الأعزاء قلنا في كتاب العجيب والغريب في تفسير القرآن في كتب تفسير القرآن لوحيد السعفي قال نحن لا يكفي أن ننظر إلى ما ورد أين؟ ما ورد في الكتب المقدسة وإنما ينبغي أن نجذر نرجع ما قبله لنرجع إلى التراث الهندي إلى التراث المصري إلى التراث اليوناني لنعرف إذا يتذكر الأعزاء في الصفحة 145 قال التفتوا جيدا هناك قال فإنه كذا يقول إن قصص إسرائيل ذاتها ضاربة في قدم ثقافات ها أخرى إذن هي من عنده كمان الآن نحن نجذر في رواياتنا الإسرائيلية نقول من أين جاءت ها من الإسرائيليات ينبغي نذهب إلى الإسرائيليات لنجذرها لنرى من أين جاءت يقول احتك بها اليهود في هجرتهم فبعضها فارسي وبعضها بابلي وبعضها مصري قديم وبعضها سومري عريق وبعضها مصري إفريقي أو يوناني فإذا هي الشبكات متداخلة يصعب تحديد جذورها الأولى لماذا لا يمكن أن نصل إلى أول جذر لأن الموجود بأيدينا من الدراسات فقد توصلنا إلى أربعة آلاف سنة إلى خمسة آلاف سنة إلى سبعة آلاف أكثر من هذا بعد لا يوجد عندنا موروث وكتابات حتى نتأكد منها وأقرت الدراسات بأن البحث عن الأصط الأول ومحاولة الوقوف على ذي السبق فيه عملية لا جدوى من ورائها لأنه أساسا لا نعرف البشرية متى بدأت بالضبط جيد واضح هذا بشكل عام في كتاب المرأة في القصص القرآني الرجل بيني وبين الله ذهب ليجذر المسألة يعني قال هذه مسألة إبليس ودور الحية ودور إبليس ودور مرأة هذا وين بحثه بحثه في المرأة في القصص القرآني الدكتور أحمد محمد الشرقاوي أنا مضطر أبينه لأنه ما موجود كذا حتى يبينه في الجزء الأول التفت جيدا نظرات في العهدين القديم والجديد فيما ورد في شأن آدم وحواء المتأمل في نصوص العهدين القديم والجديد وقد وقفنا مفصلا فيما سبق ما هو المراد من العهد القديم ما هو المراد من العهد الجديد مولانا فيما ورد في شأن آدم وحواء يشير إلى بعض النصوص اللي قرأناها الآن من التوراة إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 126 من الكتاب يقول التفت جيدا يقول مرجع هذه القضايا إلى الأساطير القديمة التي اعتمد عليها كتاب العهد القديم يعني التوراة وفي هذه الأساطير التي نقلها لنا المؤرخون وعلماء الآثار نجد أن الصلة الواضحة الوثيقة والعلاقة العميقة بين العهد القديم والجديد وبين أساطير العالم القديم ففي الأساطير الهندية القديمة ما أدل واضح يوني؟ نحن عادة في ثقافاتنا ببركة الترجمة فقط نعرف من الثقافة اليونانية أما نعرف من الثقافة الصينية شيئا كاملا مغفول عنها في حوزاتنا مؤسساتنا لا نعرف أديان الصين هذا إن شاء الله تعالى في مطارحات في تجديد الفكر الديني سنقف عليه الأديان الهندية عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز ضاربة في القدم ماذا نعرف عنها المهم هذا الرجل يقول ففي الاساطير الهندية القديمة ورد ذكر الحيا وانها كانت تناصب ادم وحواء العداء وعند الفراعنة يعني ماذا المصرية وعند الفراعنة كان يسمى اله الشر الذي يمثل دور الشيطان ودور الحية وعند السومرية والبابلية ان الحية هي الشيطان وفي هذا التشابه الواضح بين الاساطير القديمة وبين العهد القديم والجديد ما يدل على تحريفهما وتزيفهما ثم يذكر الشواهد الاعزابيودي من صفحة مئة اعزائي يبدأ البحث من صفحة مئة وثلاثة وعشرين مع الادلة الى صفحة مئة وخمسة وثلاثة بودي ان الاعزاء يراجع جيد هذه خلاصة هنا اشرنا اليها ترجمة نانسي قنقر